أجرت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الدكتورة رشا راغب جولة تفقدية لفعالية مهرجان العالمين كما تفقدت جناح الأكاديمية في المهرجان كما تفقدت أماكن أنشطة وورش العمل المختلفة الخاصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب في مهرجان العالمين الجديدة تواجد قوي ومهم للأكاديمية الوطنية للتدريب بمهرجان العالمين الجديدة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات وورش العمل المتميزة والتي تغطي مجالات مختلفة للفئات العمرية المتنوعة والتي شهدتها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية خلال جولتها لتفقد هذه الأنشطة بالمهرجان والتي تأتي في إطار مسئولية الأكاديمية تجاه الاستثمار في رأس المال البشرية نحن اليوم موجودين في البوث الأكاديمية الوطنية للتدريب من مدينة العالمين الجديدة وجودنا بيمثل تواصلنا المستمر مع الشباب والمرأة والمستفيدين بصفة عامة من البرامج اللي بتقدمها الأكاديمية نحن بطريقة سهلة ومبسطة بنقدم حضرات سريعة جدا لسقل بعض المهارات الشخصية والحقيقة هو وجودنا هنا رمزي وعملي مش بس عملي لأن من أرض أحد أهم المشروعات القومية مدينة العالمين الجديدة اللي تحولت من حقل ألغام لموقع للفرص الاستثمارية الكبيرة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي اتحطت على الخريطة العالمية للسياحة وأحد أهم المنتجعات الموجودة في العالم وأنا مش هكوم ببلغ لو قلت كده فبيعتبرها مشروع قومي والأكاديمية الوطنية للتدريب كمان هي المشروع القومي للاستثمار في رأس المال البشري من أجل المستقبل مستدام الجولة شهدت وجود عدد من خريجات برنامج المصريات بالخارج وهو أحد برامج مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة وهو يستهدف المصريات بالخارج التي يحتاجنا لفرص تطوير الذات وإثقال المهارات حيث يتيح البرنامج بعض الورش التدريبية من خلال المنصة الإلكترونية للأكاديمية لإثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات برنامج المصري بالخارج هو برنامج بيكون أونلاين للمصريين المصريات العايشين في الخارج البرنامج معظمه بيكون كورسات لتنمية المهارات للعمل بالخارج وأن المصريات نفسهم يقدروا يطوروا من مهاراتهم علشان يقدروا يشتغلوا والناس اللي نفسها بتشتغل تقدر أن هي تتطور للأحسن تواجد الأكاديمية الوطنية للتدريب مهرجان العالمين الجديدة يحقق رسالة الأكاديمية ورؤيتها نحو بناء الإنسان المصري والتأثير الإيجابي تجاه الشباب والأطفال ورواد الأعمال وتستمر أنشطة الأكاديمية حتى نهاية المهرجان بمختلف الأنشطة والفعاليات بالعالمين الجديدة اشتركوا في القناة